على بركة الله تعالى محمد وعلى آله وصحبه محتدى بحده واتبع سنته إليه ودين ما بعد فهذا الذي يحصل من الأوبئة والأمراض أمور يقدرها الله عز وجل بحكمته البالغة فالله تعالى هو الذي بيده الأمر وهو الذي يدبر الأمر جل وعلا وهو أحكم الحاكمين وهو الحكيم العليم جل وعلا ولذلك نقول إن هذه أمور قد قدرها الله عز وجل ولا يجوز الجزم بأن هذا المرض أصاب هؤلاء القوم بأنه عقوبة على معصية معينة لأن هذا القول يحتاج إلى دليل لأنه جزم بأمر غيبي وليس عند الإنسان ما يمكنه أن يجزم بهذا الأمر ولذلك فالإنسان لا يجزم فيه مثل هذه الأمر وإن ما يقول هي أمور قدرها الله عز وجل لحكمة الله تعالى يعلمها الله تعالى قدر هذه الأمور لحكمة هو عز وجل يعلمها لكن نحن نقول بشكل عام ومن غير ربط بهذا الحدث نقول إن الله عز وجل يقول ظهر الفساد في المر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل ولعلهم يرجعوا الله تعالى يقدر بعض الأمور وبعض النقص الذي يحصل للناس في الأبدان وفي الثمرات وفي الأموال وفي غيرها والمصائب والكوارث يقدرها بسبب ما كسبت أيدي الناس يعني بسبب ذنوبهم لعلهم يرجعون لعلهم بهذا ينيبون ويرجعون إلى الله عز وجل هذا نقوله بشكل عام من غير أن نزل ذلك على حدث معين لأن التنزيل على حدث معين هذا يحتاج إلى دليل والوحي انقطع ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وموته انقطع وآخر الأنبياء في موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي فلا أحد يستطيع أن يجزم بأن هذا الحدث وقع بسبب هذا الأمر الله تعالى أعلم وإنما نرد العلم إلى الله عز وجل فنقول أن هذا بتقدير الله تعالى وقضائه وقدره وحكمته جل وعلا لكن نتكلم بشكل عام نقول إن الله تعالى أخبرنا بأنه ما تقع مصيبة إلا بما كسبت بسبب ما كسبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ظهر فساده البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لوذيقهم بعض الذين عاملوا لعلهم يرجعون من غير تنزيل ذلك على حدث معين ترجمة نانسي قنقر